اشتركوا في القناة الدنيا كلها يقال انه عندما يكون لديك جار جار سوء فاما تدعو ان يصلحه الله ويصلح وترتاح من مشاكله وان لم يصلح واستطعت ان تنتقل الى مكان اخر فانتقل وتجنب هذا الجار السوء لان الجار السوء مشكلة كبيرة ومشكلتنا في العراق لدينا جار سوء هو ايران مشكلة كبيرة لا نستطيع لكن لسنا بيتا ونستطيع ان ننتقل الى مكان اخر فالعراق واهل العراق مجبرين على البقاء في مكانهم وتحمل هذا الجار السيئ ميليشيات على قتل على احتلالات على تغول على خراب على فساد على دمار على طائفية على كل شيء خلال هذه السنوات المرة التي مرت على العراق على الاقل من الفين وثلاثة حتى الان ومع ذلك وميليشيات وقتل وشاهدنا ما شاهدنا منهم والبعض عندما كان يتحدث او عندما كنا نتحدث عن ايران ونشير ايران ما فقط اشارة الى ان ايران تعتدي للعراق كان هناك اصوات تخرج تشتم وتسب وتلعن من يتحدث عن ايران ولا يقبلون احد يتحدث لايران وكلهم ذيول وكلهم اجراء لدى ايران مع الاسف الشديد والبعض من هذه الميليشيات التي تعمل في العراق عندما يسألون اذا ما افترضنا ان العراق و ايران دخلوا في حرب ان تتقف مع من تقاتل مع من يقول قاتل مع ايران ضد العراق وهو يعني يحمل الجنسية العراقية ويتمول من الخزينة العراقية من اموال العراقيين ويتسلح من اموال العراقيين ويعيش هو ويأهله على ارض عراقية واخذ حقوق عراقية هذا الوضع الموجود الحقيقة بالتالي هذه المعاناة التي يعانيها اهل العراق واحدة من كوارث ايران على العراق هي قضية المياه طوال هذه السنوات ايران كانت تعمل على يعني تصفية العراق ضعف العراق اكثر فاكثر وجزء من عدهه هو انهاء الزراعة في العراق وانهاء الاراضي صالحة للزراعة في العراق وانت تريد ان تنهي ازراع في العراق تقطع المياه عن ارض العراق لذلك يعني في الفترة الاخيرة الآن السلطات الحكومية في شمال العراق تحدث عن قطع ايران امدالات المياه عنها عنها كليا يعني تغيير مسارات الانهر في ايران الانهر التي تنبع من ايران وتدخل للعراق لكي تجفوا اراضي العراق وتحدثت السلطات في شمال العراق عن قطع الجانب الايراني امدادات المياه التي تصب يعني في نهر سيروان بالشمال بنسبة 100% يعني خلاص انتهت وغيرها طبعا الكثير من اضافة الى تغيير مسار نهرية الزاب الاعلى والزاب الاسفل ما ادى الى انخفاض مناسب المياه في الشمال بشكل كبير جدا جدا طبعا اتبع ذلك انخفاض مناسب المياه في السدود انت لديك سدود في اوقات يعني لا وجود العمطار لا وجود لموارد مائية انت تعتمد على السدود لكي تروي اراضيك لكي تشترب لكي تتزود بالمياه اللي هي جزء من حاجاتك للحياتية هذه السدود الخفض بها المياه خفضت بها نسبة المياه بشكل كبير جدا جدا مخيف الموارد الحكومية يعني وزارة الموارد الحكومية في حكومة الكاظمي تقول ان ايران مسؤولة عن ما يحدث من جفاف في العراق الان نتيجة قطع الانهور تغيير مسارات سواء في الجنوب سواء في الشمال وفي الوسط في كل مكان الحقيقة وهذا عدم مراحة حصة العراق المائية هذه فيها اتفاقيات دولية فيها عدم تعدي فيها اتفاقات موقعة لكنها لا تلتزم ايران لان تعرف العراق ضعيف والعراق مملوك للميليشيات والميليشيات تابعة علىها فلاحد يتحدث فبالتالي ضاعت حصة العراق المائية عن طريق التحكم بمجرى الانهار التي تنبع من اراضيها وقامت السدود في اراضيها والعراق طبعا لا يحصل على مستحقاتها المائية وزارة الموارد المائية قالت ان الاطلاق يعني الاطلاقات المائية التي يجب ان تدفق من الانهار التي تنبع في ايران وصلت الى الصفر فايران تقطع المياه بشكل كامل عن العراق هذا يؤدي لتصحر الاراضي العراقية عدم موج الزراعة عدا ان العراق ليس فيه سياسة زراعية ليس فيه تشجيع الزراعة وهناك سياسة مقصودة لفقار العراق ويعني انهاء الزراعة فيه مثل انهاء الصناعة وبالتالي اعتماد العراق على الاستيرادة الاستيرادات الايرانية بالذات والاقتصاد الايراني ينتعش باموال العراقية والعراق يموت جوعا وبالتالي العراق لا يزرع فقط يأكل ويستهلك وزارة الموارد المائية تقول ان خططها للمواجهة الجفاف غير قابلة للتنفيذ لانه الانهر مقطوعة اضافة الى انه تحمل الحكومات وتحمل هذه الحكومة مسئولية انه عدم وجود تخصيصات في الموازنة ميزانيات السنوية لمثل هذه الحالة يعني هي تحتاج تقول سبعين مليار دولار حتى عام 2035 لمواجهة الجفاف ولا حد يخصص هذه الاموال يعني واحد بالالف بالمليون من هذه الاموال ربما لا تخصص وبالتالي الحكومات تسكت عن التعامل الايراني وتسكت عن وجود خطط حقيقية وفورية وناجعة لمواجهة هذا الجفاف وبالتالي تتحمل هذه الحكومات ومنها حكومة الكاظمين موجودة الان مسؤولية ما يحصل في العراق من جفاف وما يحصل من تصحر وبالتالي العراق ربما بعد عشرين سنة يصبح صحراء قاحلة ليس فيه شبرا واحدا يزرع لانه لا وجود المياه وبالتالي هناك مشكلة كبيرة مشكلة المياه ونخرج دجلة والفرات وبالتالي سنجدها باتجاه آخر هذا ما يحصل من الجارة جارة السوء إيران هذه جزء من المشكلة جزء من الكارثة هذه صورة من صور الكارثة التي حلت بالعراق بسبب إيران بسبب هذا الجار السوء فكيف يمكن التصرف به كيف يمكن البعض أن يمتدح الوجود الإيراني التغلغ الإيراني في العراق ويعرف أن إيران هكذا تفعل يعني تأمر ميليشيات هبقة الأولاد عندما يتظاهرون تسرق أموالنا تدمر حياتنا الاقتصادية كل شيء سيء يأتينا من إيران بما فيها المخدرات وبما فيها الأمراض وبما فيها السرقات والنهب والأذى والسوء لكي يضعف العراق ويزداد ضعفا وتتغول عليه إيران هذا ما تطلبه إيران وجزء من ضعف العراق وتغول إيران في العراق هو أن يكون العراق بلا صناعة ولا زراعة ولا اقتصاد هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكرا جزيلا وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة